وقد اكد مبعوث اللجنة الربعية لعملية السلام في الشرق الوسط توني بلير تأييده القوي لبدء المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين وقال بلير في حديث لمراسل بي بي سي في القدس احمد البوديرين همية المفاوضات غير المباشرة تتمثل في التعرف على المواقف المبدئية لكل من الطرفين شخصيا اعتقد ان الاسراء في الدخول في مفاوضات مباشرة هو الافضل بالطبع هذه المفاوضات يجب ان تكون ذات مصداقية خصوصا بالنسبة للفلسطينيين فهم لا يريدون مجرد تبادل الاحاديث لكننا عبر المفاوضات غير المباشرة سنعرف اين يقف كل طرف من الاطراف